بسم الله الرحمن الرحيم اسم الحلم نهاردة نتكلم على نبات الزعتر الإبري أو نوع الزعتر الشاء اللي بيتم زراعته عندنا في مصر وخاصة في الصعيد في محافظة المينيا نبات الزعتر من اسمه الانجليد الثايم هو المصدر الرئيسي لمادة فعالة وهي مادة الثايمول اللي بتستخدم زاد استخدامات علاجية مختلفة نبات الزعتر الإبري طبعا بيختلف على النباتات كتير يطلق عليها كلمة زعتر الزعتر سواء الزعتر السيناوي أو الزعتر الجبلي لكن ده الزعتر الكومونثايم أو الزعتر الشائع أو المتعرف عليه ولو نلاحظ أن الأوراق بتاعته إبارية صغيرة في الحجم النبات هو مصدر من مصادر الزيوت العبرية نبات الزعتر شأنه شأن نبات البردقوش برضو بيتم زراعته عن طريق البذور في الأساس بيتم عمل مشتل أو يتم زراعة البذرة في صواني ثم يتم نقلها سواء للأرض المستديمة اللي هيتزرع فيها أو لأنه يتحط فيه أصص زي ما احنا شايفينه ويتم بعد كده عملية تدوير لها كل مزاد في الحين الطريقة الأساسية هي طريقة الاكسار عن طريق البذور وإن كان برضو بيتم زراعة النبات أو اكسار النبات عن طريق عقل ساقية لكن الطريقة الشاءة هي عن طريق البذور نبات الزعتر بتنتشر زراعته في الصعيد النبات الزعتر من النباتات اللي ممكن تعامل معاملة النباتات المعمرة وإن كان بيتم زراعته سنويا وممكن يستمر في الأرض أكتر من سنة بيتم أخذ حشات من النبات للحصول على الزيت العطري أو الزيت الطيار سواء عن طريق التقطير بالبخار أو عن طريق التقطير بالهايدرو ديستريشن أو تقطير الماء البخاري أو تقطير بالبخار وهي الطريقة الأساسية للحصول على نسبة زيت أكبر وزيت عالي الجودة النبات من النباتات المصرية المشهورة عندنا هو نبات الزعتر شكرا جزيلا لحضراتكم